اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نشارك معكم فيديو متنوع في برشا وصفات سهلين وبنين برشا باش نقفوا ساعتين في الكوجينة نطيبوا برشا حاجات نلقاهم على طول الأسبوع يسهلوا علينا خاصة للناس اللي يخدموا وليقراوا معليكم كانت تتبعوا الفيديو تاخذوا منه أفكار ومن بعد تبدلوا على حسب الحاجات اللي متوفرة عندكم وحتى الناس اللي قاعدين في الدار رام الوصفات هذو ما يسهلوا عليكم ويربحوكم في الوقت وتقتصدوا في الفلوس أنا في الفيديو هذية باش نطيب كمية كبيرة متع خبز مليوي من بعد باش نقسمه ونخبيه في الكنجيلاتور نلقاهه خاصة لفطور الصباح وباش ناخد الجيجة كاملة لأفخاذ باش نطيب منهم سالسة متع مقرونا باش نطيب بزيد شوية واصدر عملت منه زوز حاجات حذرتك عبر الجيج تنجمو تطيبو بيهم أي نوع متع مرقة وعملت منه ستيك الجيج تنجمو تستعملوهم في صندويتشات وباش نحذر زيدة صلاتهم شوية بزيد شوية وباش نعمل صلاتة طمك حورية وباش نعمل سردينة مصبرة سبق وشاركتها معاكم في فيديو بالتفصيل تجيب نينا برشا مش كيمة سردينة اللي تتبع في الشارع وباش نحذر زيدة دورات في الفور مع البتاتا يذيك باش نطيبو للعشاء ان شاء الله هالفيديو يفيدكم يقدم لكم الإضافة وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبو لي في التعليق نجاوبكم وتوا نتعديو باش نشوفو المكونات وطريقة التحذير وتوا باش نبديو بسم الله لهنا أول حاجة باش نعملها عندي كمية كبيرة متع فلفل باش نشويها باش نستغلها هذي فلفل أخضر بقلوتي حار هذي فلفل تونسي جاني هدية حبيت نستغلو باش ما يفسدش زدت معاها ثلاثة قروم فلفل أحمر كبار هذي فلفل أحلو باش ما تجينيش أصلاته حارة برشا من بعد باش نخبيه في الكونجيلاتور هذيك عليش باش نشويه فلفل صافي مانيش باش نعمل معاه لطماطم لثوم لبصل نخبيه كيما هو إذا كان باش تعملو صلاته مشوية أو كتشويولها شوية طماطم شوية ثوم وشوية بصل تعاديت باش نحضر خبز الملاوي اخذيت الصحفة متاع العجينة حتيت فيها كيلو سميد أرطب زدت معاها ثل فارينة مغرفة كبيرة سكر يعطينا لون مزيين في الملاوي اتنج متعوضو بمغرفة عسل شوية ملح وباش نزيد باكو خميرة كاتو فيه 7 جرامات خميرة الحلويات باش يجينا الملاوي خفيف انخلطوا المكونات الكل مبعضهم الملاوي شاركته معاكم في برشا فيديو ويطبتوا رق مختلفة لهنا بصفة استثنائية باش نزيد فيه حكا ياغورت الياغورت هذي ياغورت منزلي محضرتوا واحدة في الدار والطريقة سبقوا شاركتها معاكم اللي ما عندوش الياغورت ينجم يحط لحليب واللي ما عندوش لحليب للياغورت يعجن بالماء ويجي بنين برشا لكن كيف تحطوا فيه الياغورت وإلى لحليب يجيكم عبارة في طاير يعطيه خفة وبنة كبيرة هذي أسهل وأبن ياغورت تحضروه تو نخليكم رابط الفيديو تحت العنوان معاش تشريوه جملة وبش نكمل نصب بالماء الدافي ونحطوه يتعجن في العجينة نعجنوه تقريبا عشرة دقايق هذي هي العجينة بتاع الملاوي حضرت بش نتعدي ونقسموها مباشرة أنا بش نقسمها ل32 قطعة ونتم على حسب الرغبة متاعكم تحبوا تعملوا خبز كبير ولا صغير أنا بما أني بش نحضروا لفطور الصبيح أعملتم خبزة صغار كمانا قسمنا العجينة بش ناخذو كل قطعة اللي نمولها لطرف متاحة بشكل دية ونكوروها مليح بنقفو فيدينا ونحطوها للبلوندو تخافاي تكونو دهنتو بشوية زيت وتدهنو زيدا الوجه متاع الكورات بشوية زيت وتغطيوهم بالفيلم أليمونتير وإلا بكيس غذائي ونخليهم يرتاحوا شوية بش من بعد يتحلوا معنا بكل سهولة تعديتو بش نطيب صالصة المقرونة عندي جيجا متوسطة وزن متاحة كيلو و300 جرام تقريبا اقسلتها نظفتها نحيط لها كالجلدة لفخاذ قسمتهم على أربعة بش نطيبو بيهم صالصة المقرونة بش نعمل صالصة متاع كيلو وصدر اقسلتو وقسمتو كما شفتو على اثنين بش نرحيوه هذيك بش نحضروا منه الكعابر متاع الجيج أو بش نعملوا منه ستيك بش نصب شوية زيت عليك الجيج ونخليوه يتقلى على نار قليلة ديما الجيج حاولو قليوه بش نحيط منه ريحة السفورية ويجيكم الطعم متاعو بنين في نفس الوقت لهنا عندي كمية متاع سفنيريا ذبلة شوية بش نستغلها نعمل بيها صلاة تمك حورية من بعد ما تقلت جيج مليح بش نزيدو عليها الطماطم المعجونة بش نحط لهنات تيوبة ذيا كامل فيه ميتين جرام ما يعادل أربعة مغارف اكبار مكاومين بش نطيبو صالصم تعكيلو وعندي الهريسة العربي هذي هريسة عربي دياري حتيت منها مغارفة صغيرة مكاومة لهريسة العربي الأساس متاعها فلفل شيح وثوم نحركو كل مكونة ذوكم نقليو الطماطم ممليح على نار قليلة تحطوش نار قوية ما كانش رايي الطماطم تتحرق من بعد ما قلينا الطماطم ممليح مرقت بشوية ماي سخون نحركو الطنجرة وبش نبديو نفوحو عتيتو ريقات رند مغارفة صغيرة مكاومة فلفل زينة حلوة مغارفة صغيرة مكاومة تابل وكروية مغارفة صغيرة ممسوحة كركم نصيف مغارفة صغيرة سكنجبير إذا كان ما عندكمش تستغنوا عليه شوية ملح الملح ما حتيتش برشا على خاطر الثوم كي هرستو في المهريس حتيت معها الملح نحركو الطنجرة متاعنا نزيدو نقليوها تقريبا دقيقة أخرى نمرقو تواصل سمتاعنا بالماء يكون ماء سخون يغلي ونغطيو عليها نخليوها تطيب في عقلها تعادينا تولك الصدر متاعات جيش باش نعملو منو الكعابر وباش نحذروا منو ستيك حتيته في الرحاية باش نقص عليه كعبة بصلة كبيرة وباش نزيد عليه سنيهي الثوم وباش نفوحو لفح العادي متاعنا شوية ملح على راس المغارفة الصغيرة شوية سكنجبير شوية كركم شوية فلفل زينة حلوة شوية فلفل أكحل شوية تابل وكروية وزدت شوية هريسة عربي وباش نرحيو المكونات الكل مليح اذيت جيش بعد مرحيناه باش نزيد عليه زوز مغارفة كبار سميد أرتب ونخلطه المكونات الكل مليح السميد يتشرب المال يسيبه له بصله الجيش نجمه نشكله في نفس الوقت كين طيبوه يحافظ على شكله باش نعملو منو زوز حاجات باش نعملو كعابر كبار اذوكم باش نعملو منو مستيك وكعابر صغار تنجمو تطيبوهم في اي نوع متاع مرقة وتنجمو زيتا تحضروا منو بغشيت تاخذوا كل عويد اللوح وتعملو منو بغشيت خذيت لهني سحن دهنتو بشوية زيت نباتي وباش ندهني داية بالزيت باش نجمو نشكلو الحم اهنى كما شفتو هاو كان عبي في المغارفة ذي كمغارفة كبيرة باش يجيون لكلهم فرد كبر وان كعابرهم بينكفو في داية واضحة طريقة وسهلة ما فيها شي اذو ملك عابر الكبار من بعد باش ننزلو عليهم شوية باش يوليو عنا ستيك بتاوا نوريكم الطريقة كيفاش كملت شكلت الكعبات متاع ستيك باش نوريكم لهنى كعبة كيفاش تشكلوها تاخذوا الكعبورة الكبيرة تنزلو عليها شوية تدهنو ديكم بشوية زيت وتفرشوا في المقالي منطيغ تحطوا عليه كعبات الستيك ذو ما تاوا باش ندخلهم للكونجيلاتور للمجمد يشدوا رويحهم شوية باش من بعد كيف ينحطوهم فيسا الشي ما يلسقوش على بعضهم لكعابر حتى هما كملت شكلتهم عملت كعابر صغار دي ما تدهنو ديكم بشوية زيت كيما شفتوا صحن حتيت عليه فيلم أليمانتيغ غدهنتوا بشوية زيت وحتى هما باش ندخلهم للكونجيلاتور ييباسوا شوية او من بعد باش نخبيهم في كيس بلاستيكي رجعنا تولي الصالصة متاع المقرونة هذي هي طابت وحضرت باش نرمي فيها جريم فلفل أخضر باش نعمل لها خوية زيت زيتونة رشة فلفل أكحل ونظفتهم مليح طريقة تنظيف الحوت شاركتها معاكم في فيديو بالتفصيل نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وإلا تلقاهم ثبت في أول تعليق حاليت فيهم فتحات بالسكينة باش لفاح يدخل فيهم نيجينا طعم امتحهم مبنين وباش نفوحهم حتيت شوية مع دنوس مقصوص جويد شوية هريسة عربي شوية كمون شوية ملح باش نزيد شوية ثوم شوية زيت زيتونة وعصره بيها من القارس ونفوحوا كعبة الحوت مليح هذو ما باش نطيبهم في الفور باش نزيد معاهم كعبة باتاتا نكمل نفوح الحوت مليح باش نحطوا في البلاتو متاع الفور وناخذ كعبة باتاتا نقصهم ديرونديل نخلطهم فكلف في حلي قعد وباش نطيبهم في الفور مع الحوت هذو ما باش نحذرهم للعشاء نجمو زيد اركم تحذرهم قبل البليلة وطيبوهم من غدوة هذي السالسة متاع المقرونة تابطة وحضرت باش نطفي عليها النار هذي الفلفل اللي شوي نيه خليته برد في راحته من بعد قشرته ماذا بيكم ما تقشروه شمية بالمية خليوا فيه شوية من القشرة متاعه وشوية من الزرعة هذيك من أسرار بنتصلتها المشوية كيما شفتوا رحيته في الروبو ما ترحيوش برشة تعملوا ضربة خفيف باش يجيكم بالشكل هذي توفرقته في صفية باش نخليه يستقطر في راحته يهبط كمية المال اللي فيه الكل نجمه تستعملوه في الفل صافي من بعد ما يستقطر مليح تفوحوه تابلو كروية شوية ملحو زيزيتونة وتقدموه كيما هو يجيب نين برشة هذي سفنيريا بعد ما طابت زدت عليها ثوم وباش نزيدها شوية هريسة عربي وباش نرحيها مليح او من بعد باش نزيد عليها شوية تابلو كروية وزيزيتونة هذي طريقة من الطرق اللي نحضروا بيها سلاتة المكحورية وجيب نين برشة هاي كرحيتها لهنية زدت عليها تابلو كروية وباش نزيدها شوية زيزيتونة وهذي هي عنا حاضرة وصلاتة المكحورية راي تصبر حتى أسبوع كامل في الثليجة المهم تحطوها في حكا بلار تسكر مليح عندي لهنية كيلو سردينة نظفتو هذي باش نعمل بيه سردينة مصبرة باش نعملها شهوة لهنية لحقيقة سردينة السعر امتيحة غالي الكيلو ذي شريته تقريبا بثمانية أورو انتوما إذا كين عندكم سردينة سعرها رخيص تنجمو تعملو كميات كبيرة راي طعم امتيحة بنين برشا ما تتقارنش بالسردينة لتتبيع في الحكوك شفتو كيفاش الكعبة كبيرة وراي جيب بنين برشا تعملو بيها ساندويتشات تفقصوا معها كعبتين عظم تحطوا معها شوي سلطة مشوية من أبن ما تاكلوا تنجمو تعملو كميات كبيرة تقعد أكثر من عام ما يصير لها شي في الفيديو هذي منيش باش نشارك معاكم طريقة تحذيرها على خاطر سبق وشاركتها معاكم فيديو بالتفصيل وباش ما نتولش عليكم في الفيديو هذي جيوس توريتكم لهنا اللي أنا في نفس الوقت باش نحضر السردينة ساهلة رائمة فيها حتى شي حاتيت السردينة تفاور في الكاسكيس وتعاديت باش نورق خبز الملاوي هذه الخلطة اللي باش نورق بيها متكونة من زيت شوية سميد وشوية فارينة وشوية من خميرة الحلويات اللي حبي شوف الفيديو بالتفصيل طوى تلقاوا الرابط في صندوق الوصف شاركت معاكم خبز الملاوي في برشا فيديو ويت نحلو الكويرة حتى لي نتولي شفافة البلون اللي نخدم عليه ولي يظهر من بعد ما نحلوها مليح باش نطويوها الطوية اللولة نرشو شوية ما كالخلطة ونطويو الطوية الثانية ونزيدو رشو شوية ما الخلطة الطوية الثالثة والطوية الرابعة هذي هي كيفش نتحصلوا عليها الكل هم نخدموهم بنفس الطريقة لعنية توأكملت ورقة الخبزة تلكل باش نتعدى ونطيبوهم من غير من رتحوهم باش نبدأوا بأول خبزة ورقناها في نفس الوقت حتيت الطاجين يسخن على النار ناخذو أول خبزة ورقناها ندهنو بشوية زيت نباتي لبلوم تاعنا ونحلو الخبزة وباش نحطوها الطيب في الطاجين طيبو على نار متوسطة لهنا بما أنو الخبز صغير باش نطيب بالتثة خبزيت هذو ما هم الوصفيتم تاعنا حاضرين اذي الحوت اللي فوحنين زيت معاه شوية بتاتا باش ندخل نطيبو في فور سخون من قبل على 180 درجة وباش نزيدو نقص معاه سلطة خضرة اذي باش نقدمو في العشاء نجمو نزيدو معاه فلفل بصل طماتم على حسب الرعبة متاعكم وإلا تفوحوه قبل البليلة ومن غدوة طيبوه الفلفل مزيلي يستقطر من الماء من بعد باش نقصمو في اكيس وباش نخبيه في الكونجيلاتور اصلاتهم مكحورية باش نحطها في حكا باللار اذي باش نستعملها في وسط الأسبوع تقعد راي ميصير لها شي المهم تاخذوا منها كين الكمية اللي باش تاكلوها اذي صالصة المقرونة باش نقصمها على مرتين حتى هي تصبر راي ميصير لها شي المهم ما تصخنوهاش تاخذوا منها كين الكمية اللي حاجتكم بها السردينة ما زالت تبرد من بعد باش نكمل نحذرها اذا كانت تحبوا تشوفوا الفيديو بالتفصيل ترجعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دخلهم للكونجيلاتور لكعابر تنجموا طيبوا بهم اي نوع متع مرقة ولا حتى صالصة مقرونة والستيك تنجموا تستعملوهم في صندويتشيت هذي هو الفيديو متاعنا لليوم ان شاء الله فايدكم وقدم لكم الاضافة واذا كان عندكم اي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم نتقابلوا في وصفات اخرين واخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوينا فكما ما لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله رب يدوم علينا وعليكم النعمة وانقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته